طيب احنا زي ما كنا بنقول انه النهاردة كان فيه مدخلة وحديث مهم ورسائل هامة من القيادة السياسية وطبعا القضية الفلسطينية دايما موجودة ودايما الرئيس في المحافل المختلفة بيتكلم على انه القضية الفلسطينية واعادة اعمار غزة وتسوية هذه المسألة بشكل شامل وبشكل كمان عادل دايما بيوجه الاصوات نحو هذه القضية وجه الرئيس السيسي بسرعة كمان الانتهاء من جميع مراحل اعادة اعمار غزة بشكل تام وفق الجدوى الزمني المحدد وطالب كمان المجتمع الدولي والجهات المانحة بالاستمرار في دعم منظمة الانورواء لمواصلة عملها داخل القطاع فيما يخص القطاع غزة القطاع فعلا محتاج ارقام اكتر كتير من الرقم الـ 500 مليون دولار وكنا نتمنى في مصر ان احنا نساهم بكتر من كده لكن انا حضر اقوله للناس اللي شغالة ان المرحلة التانية اللي بدأت في ديسمبر من فضلكم احنا كنا قيلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين ناك لان مش هنجيب بعمالة خش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في اسرع وقت ممكن من اجل اشقائنا في قطاع غزة وحيستمر دورنا في ان احنا نناشد المانحين ان هما يتقدموا ولا يتخلوا عن الانراء عشان الالتزامات اللي خاصة بيها الالتزامات اللي بتكون بها الانراء اتصور ان دا الامر بشكل وباخرد ابتدى يعود مرة اخرى بعد توقف الكم سنة اللي فاتوا وبرضو مرة تانية بنواجه ان دا الدول المانحة وحنتحرك كدولة معهم ايضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل اكثر قوة وفاعلية من اجل استئناف اكبر ودعم اكبر للانراء عشان تقوم بدورها في القطاع اشتركوا في القناة